الفنانة أمال رزق هي ممثلة مصرية ولدت في مدينة القاهرة في 22 نوفمبر عام 1977 عاشت جزء من طفلتها ومرهقتها في المملكة العربية السعودية كان والدها بيدير صيدلية هناك عادت أمل إلى مصر لاستكمال دراستها الجامعية والتحقات بالمعهد العالي للفنون المصرحية على الرغم من أنها ولدت في عائلة كلها أطباء ولكنها أصرت على دخول مجال التمثيل وأقنعت عائلتها بأنها تدرس في كلية الأداب في هذا الوقت تقدم لها رجل يعيش في أمريكا وكان والدها موافق عليه وأتحدث مع المنتج إسماعيل كوتكوت واللي كان صديقا للعائلة عن العريس فبذر إسماعيل في طلب الزواج من أمل وفقت أمل سريعا على الرغم من صغر سنها وفرق السن الكبير بينهم فقد كانت وقتها في 19 عمرها ولكنها صرحت إنها أحبته كثيرا لأنه كان محب للحياة ومرح للغاية وأنجبت أمل من زوجها المنتج إسماعيل كوتكوت ابنتين فرح والومي وتوفى في عام 2014 وبعد وفاته تزواجت للمرة التانية من رجل غير معروف وعلى الرغم من زوجها من منتج مشهور أنتج العديد من العمال ناجحة منها ملكة في المنفى وأسماهان والملك فاروق ونقل بدليلي إلا أنه لم ينتج لزوجاته أي عمل فني وتحدثت أمل على أنها ندمة على ذلك ففي البداية كان كبرياءها بيمنعها من أن ينتج لها زوجها عمل تقوم فيه بدور البطولة كما كان هو أيضا رافضا لهذا الأمر ويرى أن عليها أن تصل بنفسها وتحصل على أدوار البطولة بنفسها ولكنها صرحت بأنها نادمة على ذلك تحدثت أمل بأنها أخفت عن بنتها زوجها للمرة التانية خوفا عليهم ولكن بعدما تعرفوا على زوجها وعائلته أحبوا كثيرا وقالت أن زوجها الثاني لا يختلف عن زوجها الأول في الطباع والشخصية وهي سعيدة في زوجها كانت ابنتها لما مخطوبة للممثل والمغني المصري محمد الشرنوبي وقالت أنها عندما كانت في الحج دعيت بأن لا يستمر هذا الزواج إذا كان فيه شر لابنتها وهي عائدة من الحج كلمتها ابنتها وأخبرتها بأنها فسخت الخطوبة وعلى الرغم من زوجها المبكر قالت أمل أنها لا تنصح الفتيات بالزوج في سن مبكر حيث قالت أنها تحملت مسؤولية كبيرة بجانب إنجاب أطفال والجيل الحالي لا يمكنه تحمل هذه المسؤولية في هذا السن الصغير وصرحت أمل في حوار تلفزيوني مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج كلام الناس على قناة MBC أنها أصيبت بالعمى في عام 2013 لمدة 6 أشهر بسبب الحزن بدأت أمل رزق مشوارها الفني في التسعينات حيث شاركت في أدوار صغيرة في عدة أعمال منها مسلسل ولدي والحب أقوى وليلة زمنها جاية وزمن عايش وأيام المنيرة وأفلام 85 جنيات والشرسة وغلط البنات وجيل آخر زمن وفي عام 1994 قدمت دور مهم في مسلسل عائلة وفي العام التالي شاركت في الجزء الخامس من مسلسل ليالي الحلمية وقدمت فيه دور نهلة كما شاركت في مسلسل شارع الموردي ومسلسل أحلامكو وفي عام 1996 شاركت أمل في مسلسل نقوش من دهب ونحاس وعزبة المنيسي وفي عام 1997 شاركت في مسلسل مرفوع مؤقتا من الخدمة وشيء من الحنان والسيرة الهلالية وقدمت فيه دور الأميرة شيحة وشاركت في فوزير الحلو مايك مالش في عام 1998 شاركت في مسلسل شباب راية جدا وأم العروسة والسيرة الهلالية وفي العام التالي شاركت في مسلسل الحلوة والمرة والأعصار وفي عام 2000 شاركت في مسلسل نساء في الغربة وعندما تصور النساء وسوق الرجالة شاركت كذلك في مسلسل حب لأوان وعدة حلقات من مسلسل الجانيمين وفي العام التالي شاركت في مسلسل العدالة وجوه كثيرة وعيال محزوزة وتلال الغضب والوجه الغامض في عام 2002 شاركت في مسلسل جراح العمر واللؤلؤ المنصور والعطار والسبع بنات مع الفنانة الراحل نور الشريف وسمية الألفي ومجدا زاكي كما شاركت في مسلسل الإمبراطور والأصدقاء وفي عام 2003 شاركت في مسلسل أولاد الأكابر وأبيض فبيض وفي العام التالي شاركت في مسلسل يا ورد ميني اشتريك من بطولة سميرة أحمد وحسين فهمي وشاركت في مسلسل قلبي وناديك وأيامنا في عام 2005 شاركت في مسلسل على جناح التبريزي ودعوة فرح وأحلام لتنام وفي العام التالي شاركت أمرز في مسلسل قيود من نار وعسكر وحرمية والعقاب في عام 2008 شاركت في مسلسل أيام الرعب والحب ثم قدمت دور أمينة بارودي في مسلسل أسمعان من إنتاج زوجها كما شاركت في العام التالي في مسلسل السيرة الزاتية أنا قلبي دليلي وبيحكي حياة ليلة مراد من إنتاج زوجها أيضا وقدمت فيه دور رأي إبراهيم في عام 2010 شاركت أمل في مسلسل مذكرات سيئة الصمع وسمحني يا زمن والقطة العمية وأحلام كومبارس من بطولتها وفي العام التالي شاركت في مسلسل آدم من بطول التامر حسني وفي عام 2012 شاركت فيه فيلم جيم أوفر من بطولة ما يعز الدين ويسرة وفي العام التالي شاركت في مسلسل فبراير الأسود وقدمت فيه دور إخلاص زوجة حسن والذي يقوم بدوره الفنان الراحل خالد صالح في عام 2014 شاركت في مسلسل كلام من ورق من بطولة هيفاء وهبي كما شاركت في فيلم اللي جاي أحسن وفي عام 2015 شاركت في مسلسل مريم من بطولة هيفاء أيضا كما شاركت في فيلم أهواك من بطولة تامر حسني في عام 2016 شاركت أمل في المسلسل المصري اللبناني الليلة وشاركت في مسلسل الطبال وأفرح الأوبة وفي العام التالي شاركت في مسلسل الإزاعي تومو شيري وفي عام 2018 شاركت أمل رزق في مسلسل للحب فرصة أخيرة وآخر أعمالها الفنية كانت في مسرحية زقاء المداء واللي عرض 2021 قالت أمل رزق في تصريح لها أن ربنا ابتلها في 2013 بصدمات شديدة أفقدتها البصر ووضحت عندي عصب في دماغي ضرب وتعميت لمدة ست شهور وأشارت إلى أنها اعتزلت الناس وتفرغت لعبادة الله والدعاء وقالت دعيت ربنا في شهر رمضان وقلت يا رب لو قمت أول حاجة هعملها أني هحج والدكتور استغرب أني رجعت أشوف تاني وهتحدثت عن زوجها السابق المنتج الراحل إسماعيل كوتكوت مؤكدة أنها كانت تحبه على المستوى الشخصي قبل تقدمه للزواج منها وقالت أمل أنها وفقت على الزواج من إسماعيل بلا نقاش لأنها كانت تحبه جدا رغم فارق السن بينهم ونفت الشائعات والأقاويل اللي تحدثت عن استغلالها له موضحة كلام ما كانش له أي أساس من الصحة وما خلتهش يعمل لي بطولات وما كنتش هقبل وهو ما كانش عايز ينتج لي أساسا وآخر أعمال لأمل رزق كما ذكرنا كان مصرحية زواء المداء عام 2021 من إخراج عادل عبدو ومعالجة درامية لمحمد الصواف بطولة دونيا عبدالعزيز وضياء المرغاني ومحسن محي الدين ونهاي العنبر وبهاء صروات ومجد فكري وكريم الحسيني ترجمة نانسي قنقر